بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا فيك عزيزي اليوم عندنا تحدي شركة ناشئة عندها سيرفر المطور الخاص بهذا السيرفر شخص يعني ذكي وبحب يستمتع في شغله في بداية عمله للسيرفر الشركة عقدت معانا كمختبرين اختراق فهو شعر ببعض التحدي شعر بالاهانة انه كيف جايب لي مختبر اختراق وانا لسه ما بلشت شغلي فقرر يتحدانا تحدي بسيط عندك هذا السيرفر حاط في شوية تحديات وتحدانا نقوم باختراقه السيرفر صحيح هو من مستوى ايزي ولكنه اصعب من اللابات اللي قبل واحنا ان شاء الله صعبين من ايزي لهارد فرح نلاقي لابات صعبة اكثر من هيك ان شاء الله اليوم رح نقوم باختبار اختراق السيرفر وحل تحدي هذا المطور في اقل من 20 دقيقة هذا هو تحدي اليوم جهز حالك صديقي ركز معاي باللي بعمله وبتقدر تكرر وراي لحتى تتعلم موضوع اختبار الاختراق انا سيف مخارزة مستشار امني في مجال الامن السيبراني وهاي هي قناتي تنساش تعمل سبسكرايب ويلا معاي على موضوع هذا اللاب في البداية واول شيء بنعمله كالعادة خلينا نعمل فحص الانماب ونكبر التيرمينل كالعادة اعتقد انك الان شايف اش قاعب بصير اوكي هذا هو اي بي الماشين اتركوا يفحصها براحته وخلينا في هاي الاثناء نقوم بعمل يعني من وك في الموضوع في عندك ويب سيرفر اوكي جميل جدا ما في اي مشكلة اوكي هل في اي شيء ممكن نلاقي في بيش سورس اوكي هل في شيء في الويب اوكي عندك ايميش سورس عندك صورة هون thm.gpg they will never find me اوكي في هون شكل عنا ملاحظة في صورة في عندنا ملف صورة هون بس ما فتحت لانه غالبا الملف براكن بس كونها وجدت هون مع نوت اوحات هو ملاحظة كان انه you can't never you never can find me انه ما بتستطيع جوجدني فاعتقد انه فيه تحدي هون بسيط فشو رأيك ناخذ هاي الصورة خلينا ناخذها من هون بهذا الشكل اوكي ممكن نستخدم الان اوكي ان ما بنتهت من الفحص عندك بورت ssh مفتوح خلينا نحكي الويب سيرفر جميل جدا طيب w get للصورة اوكي خلينا نعمل لها نقل اوين الصورة? thm هي dot gbg تمام ما في مشكلة خلينا نعمل directory home cali desktop نسميها madness وننقل الملف عليها اوكي وننقل هلا المكان اللي عملنا فيه ملف عشان شغلني يصير مرتب صديقي اوكي بهذا الشكل تحليل الصور في البداية خلينا نستخدم stick hide غريب بس موجودة اوكي خلينا ننزل stick hide اوقف لك الفيديو لابين ما انتهي اوكي نزلت معنا الان نقدر نبكشر ونكمل في الموضوع اوكي اكيد قعد بسجل طيب stick hide extract extract dash sf والملف نفسه اوكي في password the file format is not supported اوكي تعال خلينا نجرب شيء اخر hexa hex editor اوكي هذا هو اوكي طلع معنا signature تبعت هذا الملف ولكن خلينا نتأكد اكيد محدش بكون حافظ هاي signature file signature list خلينا نتأكد شو signature تبعتها يمكن الفايل بروكن وبدو تصليح بدنا ملف jba gbg تمام اوكي اوكي هي jbg الملف لازم يبدأ بهذا الشكل اوكي اوكي الان انا اعتقد انه في مشكلة في ملف الصورة خلينا نصغرها بهذا الشكل الملف هون signature بتبدأ هاي في line zero بتسعة وثمانين خمسين بلا 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 الى اخره ولكن ملف الصورة لازم يبدأ بهذا الشكل فاعتقد انه الملف بروكن ومخبه في ملفات لهذا السبب فخلينا نصلح الملف مع بعض ff d8 ffe0 بهذا الشكل تمام بعدها بيجي عندنا 0010 بهذا الشكل 4a 46 اوكي هيك ما نصلحه مع بعض 494600 494600 وبالاخير 01 هيك انتهينا خليها بنفس الاسم صلحنا والان نخرج من الملف نرجع نفتح الملف مرة اخرى نشوف ايش ممكن يطلع معانا هل تصلح ملف الصورة ولا لا اوكي اشتغلت معانا الصورة مثل ما انت شايف صلحنا الملف الخاص فيها hidden directory this is hidden بهذا الشكل ففي عندنا الان directory بنونا ندخل عليها في الموقع this is hidden بهذا الشكل تعال خلينا نشوف this is okay this this is hidden وان رح يوصلنا okay welcome i've been expecting you to obtain my identity you need to guess my secret secret entered this is wrong get out of here اوكي في عنده كان secret code لازم يتم ادخاله لحتى نعرف السيكرت اللي هو مخبيه هون هو قاعد بلعب معي وحاطت هنا سر خلينا نشوف ال page source هل في شيء هون اوكي it's between zero to ninety nine but i don't think anyone will look here اوكي اوكي السر ما بين رقم ما بين الزيرو والتسعة وتسعين ولكن ما فيش مكان لادخاله اعتقد ان الموضوع اه رح يتم عمل انترنت بس هو مش حاطلنا بوكس فممكن عمل كالتالي مثل ما منضيف اكواد في الباك باونتي اوكي لا هيك غلطانين خلينا نعمل ريفرش للصفحة اوكي بهذا الشكل اه secret اعتقد انه معرفها كsecret مفروض بهذا الشكل يساوي خلينا نجرب مثلا رقم اربعة بهذا الشكل secret entered اربعة بس this is wrong فش رايكم هون نستخدم بورب سويت لحتى تنجح العملية لانه هون في عملية تخمين مش راح اقعد اخمن يدوي صديقي راح ناخد وقت طويل وقتها تمام فاوكي بهذا الشكل خلينا نشغل ادوات اللي بنستخدمها في بورب سويت ثواني اوقف لك الشرح صديقي وارجع لك اوكي فتحنا بيرب الان اه جهزنا كل شيء سامحوني لان انا اعدت نصيب كالا لينكس من فترة ما فتحناش بيرب فكان المرة الاولى بااخد وقت وانا ما بدي الفيديو ياخد وقت فنفتح الانترسيبتر هذا هو اللي بدنا نبعثه نبعثه للانترودر لحتى نبدأ في عملية التخمين الانترسيبتر اوف اوكي تمام الان بهذا الشكل نحدد هاي العلامة اولا خلينا نعمل حذف لكل العلامات نحدد هذا الرقم هو اللي بدنا البيلود يصير فيه بايلودز اهم بدنا اياه من واحد�로 تسعة لا تسعة وتسعين نمبرز اوكي سكوينشال فروم زيرو التسعة وتسعين بهذا الشكل والبساطة اوكا بدنا نستنى يطلع معنى oyunاؤ المختلف او اي شيء قد يكون مختلف طب هو هيك يعني انتهى كيف فنشت لا فيه غلط عملناه هنا اعتقد ديسكارد فروم اوكي لا عفوا ستيب ون اوكي فروم ون تو ناين تي ناين اوكي بهذا الشكل وستارت اتاك الان العملية بدأت اللينث واحد مهما صار ميتين اصلا في كل احوال راح يظل ميتين لانه ما في ارورز هون احنا بنعملها بدنا نستنى الانث مختلف للأوتبوت اللي راح يطلع معنا يعني ممكن لو فتحنا هون بهذا الشكل الريكوست اللي احنا بعتناه والرسبونس بنفس الشكل وراح يقول لي انه فيه انه wrong تمام لو اعما نلاقي رقم الريسبونس فيه مختلف بقولي او بعطيني سيكريت او باسورد بكون الوقت وقت هالموضوع اشتغل بالشكل الصحيح فممكن الان ننتظر يكمل بتحب اوقف لك الشرح لحتى ما اضيع وقتك ولكن عندي شيء اخر مهم ممكن افرجيك اياه سيكشتاين دوت كوم اوكي لا اا ما راح نقدر نفتحه بهذا الشكل ادفانست اكسبت رسك اند كونتينيو اا هذا بسبب الشهاد الخاصة بالبربسويت لازم انا نزل الشهادات الان اذا انت حابق بتتعلم هذا الكلام تعمله بمحضراتك وانت مرتاح بدون ما تكون معتمد على فيديو يوتيوب بامكانك تدخل معنا في دوراتنا التدريبية المتقدمة في المجال الدورات يا عزيزي ممتعة انت هون مش داخل للمدرسة او جامعة اسلوب التدريب ممل او متعب او مقرف او في نوع من انواع الالتزام لا انت هون تتعلم بناء على متعة احنا بنجيب لك لابات متقدمة جدا بتقوم باختبار اختراقها بهذا الشكل الممتع اللي انا بشرح فيه على يوتيوب هاي هي الدورة تحديدا بامكانك ايضا اخد دورة اختبار اختراق تطبيقات الويب صائد الثغرات تحصل مكافأات مالية من المواقع مقابلها دورة اختراق الجوال وغيرها من الدورات لحتى تسأل او تستفسر او تشترك في هاي الدورات تواصل معي على رقمي الموجود اسفل الفيديو في الديسكريبشن تواصل معي واتساب تليجرام من خلاله او على اي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا تحصل خصم كبير على اسعار الدورات انسى الاسعار الموجودة في الموقع وانا ان شاء الله ما رح اقصر معك وكافة الدورات بتخذها مع خدمة الحصص الخصوصية تحت اشرافي الشخصي يعني مستحيل تنتهي من دوراتنا الا انت مستفيد مية بالمية وغير هيك طبعا في عندك سيرتيفيكيشنز او شهادات في نهاية الدورات تواصل معنا لحتى تعرف المزيد خلينا نشيك على الانترودر ايش صار لوين وصل وصل لرقم اثنين وستين اللينث لا يبدو في اي شيء اه انترستنج اوكي اربعة وستين لسه بده وقت ما في مشكلة هون نفس الشيء نفس الشيء لا يزال قد تأخذ وقت اطول اه بالنسبة للدورات شايف انا صرت اعمل لك الاعلانات في وقت الانتظار الدورات يا صديقي جدا متقدمة ولكن اذا انت في مرحلة الاساسيات بنبدأ معاك من الصفر بعدين بننتقل فيك للمرحلة المتقدمة فما تقلق ابدا مش مطلوب منك اي مؤهلات مش مطلوب لغة انجليزية مش مطلوب خبرة بالبرمجة مش مطلوب اي شيء تعال مثل ما انت بوضعك خام اه بناخذك ان شاء الله للمرحلة المتقدمة نشوف الانترودر لوين وصل هل في اي لنث مختلف غريب انه ما حطها في بداية الارقام اللي ممكن تكون يعني قريبة ثواني عنا الان لنث مختلف عند الرقم 73 بالله خلينا نشوف الريسبونس اللي طلع معانا هون اه اتس بتوين 73 اوكي جميل جدا وقف لكل هذا الكلام شكرا لك بوربسويت انتهينا من العملية من خلاله نوقف لبروكسي disable بهذا الشكل ونلعب في الريكوست شوين خليه 73 جميل جدا والله التحدي كان جدا ممتع ولكن وصلنا الان الى النقطة اللي بعدها you got it right but i won't tell you who i am اعطاني الان باسورد واعتقد انه هذا الباسورد الباسورد اللي حاولنا من خلاله نحلل الصورة مش اعطانا صورة هون خلينا نكبر لك التيرمينل مش اعطانا صورة هون حاولنا انه نفتحها طلب مني باسورد حاولنا انه نحلل الملفات اللي فيها الان بقدر اعملها اا اكستراكشن تمام فالان نعطيه الباسورد اللي طلبه اوكي اعطاني ملف تكست خلينا نفتحه مع بعض بهذا الشكل اوكي الان هير ازا يوزر نيم في يوزر نيم بس اليوزر نيم خربط ما يلو معنى WBXRE انا اعتقد انه هاي عبارة عن هاش من تحدياتنا السابقة ما صار لنا خبرة ببعض خلينا ندخل لموقع سايبر شيف ونشوف ايش ممكن يطلع معنا سايبر شيف التحدي جنه منذ الممتع أصدقائي بصراحه هو من امتع اللا بات لانه سهل وسريع ما فيه ش يعني ما في ايرورز فيه اوكي سايبر شيف خلينا نشوف هاي الطبخة ايش موجود فيها نعطيه الامبوت اللي معانا اااا rot 13 اعتقد لانه مش متعود على هاشزة صغيرة اوكي جوكر اليوزر نيم هو جوكر جميل جدا خلينا ناخذ هاي المعلومات نضحها في مكان النوتس اللي موجود عنا في عنا يوزر نيم اسمه جوكر الآن من وين بدي أجيب له باسورد في هاي الحالة الآن لما نرجع على اللاب مادنس اللي هون منلاحظ هون وجود صورة وكونه عرفنا أنه هذا المطور بعشق الألعاب اللي عن طريق الصور فخلينا ننزل الصورة مباشرة أعطيني إياها مش على الداونلودز أعطيني إياها في ملف أنا المشكلة بشرح لكم أثناء اللاب فشكله رح نفشل في التحدي لعشرين دقيقة ولكن معنا أربع دقائق خلينا نكمل في الموضوع نجرب نستخدم الآن أداة stick hide مرة أخرى ولكن على ملف الصورة الجديد غريبة أنا نزلته في المكان الصحيح failed غريبة ما أريد أن نزلها طيب ما في مشكلة خلينا نأخذ الرابط تباحها copy image link في هذا المكان أوكي الوقت بلش داهمنا أصدقائي unknown error ليش الصورة مش راضقة يريب الموضوع دعا خلينا نعمل لها inspect اوكي هذا هو رابط الصورة اعطني اياه copy فاخلصنا من الهيدن دايركتوري الي هون جميل جدا ها هي الصورة بصراحة اسمها حتى يدل انه في فيها نوع من انواع الباسورد اللي يعني ممكن تكون شيء طيب احط ليها هون save الكمان ارور كمان ارور ما في مشكلة بس اعتقد انه اسم الصورة نفسه قد يكون هو باسورد لانه اسمه غريب تمام تعالوا نشوف نحاول نسجل دخول على ال ssh ssh joker add الماشين ip طبعا اللي بدنا اياه 10.10 210 96 طبعا 210 96 جميل جدا اوكي yes صديقي الباسورد هو عنوان الصورة هل هذا الكلام صحيح لا الكلام غير صحيح فاحنا الان بدنا نلاقي طريقة نحمل الصورة غريب الموضوع صراحة open image in the new tab بهذا الشكل ممكن نستخدم wget بهذا الشكل غريب انه فيه error انا مش فاهم صراحة مفروض انها تنزل معي مباشرة طب من هون هل يمكن تحميل الصورة خليني اجرب انزلها من ال windows و اجيبها هون ثوانا اصدقائي جميل صديقي الان قمنا بتحميل الصورة من ال windows بعدين فهمنا انه الموضوع يتعلق بالروت لازم يكون عندي صلاحيات الروت لحتى انزلها بالفايل اللي كنت بحاول انزلها فيه عموما ما فيه مشكلة خلينا نعمل stick hide نفس الشيء و 5 بهذا الشكل بدون باسورد اوكي طلع معانا ملف جميل جدا اوكي 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 جميل جدا ام خلينا نسجل دخول جوكر بهذا الشكل وتفضل صديقي هذا هو الباسورد جميل جدا جوكر وبونتو خلينا نفتح اليوزر تي اكس تي هذا هي الفلاق الخاصة باليوزر تي اكس تي جميل جدا طبعا خلصناها قبل العشرين دقيقة ولكن لسا ما انتهى لا بدنا نقوم بعملية بريفليج اسكليشن بدي اخد صلاحيات الروت فجاهزين اصدقائي للمعركة اللي بعدها فاحنا ان شاء الله جاهزين ما رح تاخذ وقت رح تكون جدا ممتعة تعالوا نعمل الشكل الروتيني اللي كنا منعمله دائما نكبر لك الترمنل شوي سودو داش ال باسورد فور جوكر اوكي نفس الباسورد غريب الموضوع لا لا انا يمكن نسخت شيء مختلف من قبل خلينا نتأكد اوكي كوبي سيلكشن بهذا الشكل هذا هو الباسورد سودو داش ال يوزر جوكر اوكي ما عندي بيرميشنز اني انا اشغل سودو اوكي خلينا نخلي الباسورد هون في النوتس جميل جدا طب تعالوا نيجي للامر اللي ممكن نعمل او نشتغل فيه بعدها تمام واللي هو الامر الخاص بفايند اللي كنا دائما نسوي له حتى نعمل عملية تمام فخلينا نشوف مع بعض ايش ممكن يطلع لنا تعالوا نجرب بديه يبحث لي عن ملفات عندها صلاحيات الروت او سكريبتات عندها صلاحيات الروت فالملف بهذا الشكل من نشغل الموضوع طبعا الخاص بالملف بيرميشنز بهذا الشكل وطبعا الصلاحيات اللي هي كالعادة وطبعا الاضافة الاخيرة ديف نل بهذا الشكل جميل جدا اوكي طيب الان رح يوجد لي السكريبتات والملفات اللي قد تكون اه فيها خلينا نحكي صلاحيات الروت اذا اشتغلت او ممكن نلاقي فيها نوع من انواع الاكسبلايتيشنز او الثغرات اللي ممكن خلينا نقوم بعملية بريفليج اسكاليشن اللي هي عملية تصعيد الصلاحيات لحتى نصير روت اوكي ما بين كل هاي الفايلات الشيء الوحيد الانترستنج اللي هو الفايل الموجود هون على بن اللي هو سكرين فور فايف زيرو فتعالت نمسكها زي ما هي ممكن نستخدم نبحث عن ثغرة معينة او اكسبلايتيشن بتخصها لانها اكيد موجودة والكميونيتي ما بيقصر اصدقائي دائما بكون في امور من هذا النوع موجودة اوكي اوكي لان هيك عندك مشكلة خلينا نخليها بهاي الطريقة اوكي لوكال بريفليج اسكاليشن بهذا الشكل طبعا بدنا الملف اللي هو اس اتش بهذا الشكل خلينا ناخذه معنا اه نعمل سيرش سبلويت مرة اخرى داش ام ونعطي اسم الفايل نفسه اللي موجود هون اوكي بهذا الشكل وجد لي يا صديقي اعطيني المكان اللي هو موجود في اوكي هذا هو الباث ممكن نعمل كبي نعمل لوكات وننسخل يعني الشل مثل ما هو اوكي شلف هذا الشل اللي موجود معنا جميل جدا خلينا نعمل لوكبي ارجع لي هون صديقي وبكل بساطة خلينا نعمل احنا الان الان في اي مكان هوم جوكر اوكي ما في اي مشكلة خلينا نعمل فايل باسم ممكن اكسبلويت.س اتش بهذا الشكل لسقلي فيه البايلود مثل ما هو والبايلود لا يحتاج الى فتح اوكي عفوا تمام نعمل لوكات لا يحتاج الى فتح خلينا نحكي لسينار فما في داعي اني اعدل اي شيء فيه اوكي هو الان جاهز خلينا نعمل اه تشانج مود اه بلاس اكس للفايل لحتى يصير قابل للتنفيذ وبعدين ببساطة بهذا الشكل با اوكي اتوورك جميل جدا هاي الهاشتاغ اللي بحبها معناها انه احنا الان عنا صلاحيات الروت خلينا نتأكد اي دي روت خلينا نفتح الروت يا صديقي العزيز وروت دو تي اكس تي نفتحها مع بعض كونجراتيوليشنز حلينا اللاب يا صديقي الصغير خلينا ناخد الفلاق نضعها في مكانها الصحيح ونشوف اجمل رسالة بعد كلها التعب كونجراتيوليشنز يوسولف دي لاب يعطيكم العافية اصدقائي اتمنى انكم استمتعتم بهذا اللاب كنا راح نخلص التحدي بوقت اسرع بس لولا اني بحاول دائما اني اشرح لك فعموما احنا الان انتهينا من الموضوع يعني صرت انا من التوب 10 بالمية في تراي هاكمي هذا الفضل لكم اصدقائي لاني بحب اشرح لكم هذي الموضوع وانتو حبيتوا غرفة عمليات مختبر الاختلاق تنسوش تعملوا سبسكراب للقناة شايكوا على دوراتنا مالسلام